اشتركوا في القناة اذ اعننا ويعيننا في هذه الايام وكل ايام حياتنا ويعطينا دائما ان نشكره على كل ظروف حياتنا اعطانا حياة اعطانا ان ننطق اسمه القدوس بانسنتنا اعطانا ان نقرأ كتابنا المقدس الذي اعطانا اياه اعطانا ان نفكر في القدسين اعطانا ان نحبه لانه حبنا اعطانا غفران خطيالة اعطانا الخلاص واعطانا وعد ان يكون معنا كل ايام حياتنا واعطانا وعدا ان يعطينا الحياة الابدية لكل من يعتمد ويتناول من جسدي ودمي الاقدسين نشكر ربنا يا حبائي احنا صحيح في وقت كلنا قاعدين في البيت لكن فرصة ما دام قاعدين في البيت نكلم بعض نكلم بابا نكلم ماما نكلم اخوتنا نحكي معاهم نبادل القصص نبادل الترانيم نبادل الايات نبادل الالحان وفرصة حلوة او قاعدين مع بعض امتى احنا كنا بنقعد مع بعض بابا مشغول ماما مشغولة اخواتي كل واحد مشغول لكن نلقى كلنا مشغولين فين في البيت وكلنا بنقول يا رب انقذنا يا رب حافظ علينا وفرصة برضو احنا قاعدين نفتح الكتاب مؤدس ونقعد نفكر ونحفظ الايات اللي فيه وندرس فيه ونعيش جواه ونحس بان ربنا معانا دايما في كل وقت وكل حين احنا واثقين ان ربنا سمح بالتجربة بس التجربة دي لها سمار اول حاجة ان العالم كل دولات بيصرخوا يا رب يا رب انقذنا جميع الاديان وحتى الناس اللي هم مش بيعبدوا ربنا هيقولوا برضو يا رب انقذنا لانها او الله هو الوحيد المخلص والذي يخلص البشرية من كل امور حياتي احنا واثقين يا ربنا احنا سمح قابل فيروس كورونا ان ييجي وسمح ان فيه ناس تاخذ المرض وفيه ناس بعيدة عن نكوة تنتقل من هذا العالم كل دا سمح بيه ربنا بس سمح ليه عشان احنا اللي ربنا ادينا حياة نقول له نشكرك ونشكرك ان حفظت علينا وننجوك يا ربي الناس اللي انتقلت اسرهم متقلمين عزيهم يا رب وعطيهم راحة وخليهم يستقبلوا الموضوع بان انت يا رب القادر على كل شيء والمرض يا رب اللي خده المرض دا او اي مرض يا رب اسرع بالشفاء لان انت اللي قلت انا هو الرب شفيت واثقين من حبتك يا رب واثقين منك بتحنن علينا الابن الضال بيدينا فكرة ان ربنا حنين شوفوا ابنه ساب ومشي وبعد شوية لما تعب قال اعمل ايه ارجع لبابا ليه لان احب بابا جواه وبابا بيحبه قوي مع انه سابه مع انه ميشي مع انه ما طوعهوش لكن برضو لان دا ابوه بيحبه وقعد مستنيه وحاسس ان ابنه كل ما يتعب يبعت له رسالة كده من جواه يقول له يا ابن انا مستنيه يا ابن يا حبيب تعالي يا ابن يا حبيب ارجعلي انا بحبك ومستنيك زي بعض وضيعت الفلوس ما يهمش المهم ترجعلي بحضن تاني وفعلا ابنه لما لقيه ان ما فيش قدامه حاجة زي احنا دلوقتي ما فيش قدامنا حل الا ايه نرجع لبابا ونقول له يا ابونا السماوي ارحمنا وخدنا بحضنك وترقف علينا وانزع عنا الوجع ودينا شجاعا قابل الامور دي واحنا واثقين ان انت يا رب هتحافظ علينا وتحافظ على الاسر وتحافظ على مصر وتحافظ على العالم كله من هذا الوباء الخطير اللي كل الدنيا بتشترك عشان تصلي ربنا وتبحث ازاي تجيب دواء عشان يعالجوا به الناس اللي يصبها هذا المرض عشان يقدروا يعيشوا معانا حلوين ويكملوا حياتهم زي الفل معانا ويشكروك على كل عملك وهم مواثقين دايما في انك اله متحنن وبتاخد بالك وانت يا رب اللي كنت تقول تصنع خيرا تشفي كل مرض قدينا في امراض يا رب تشفي المرضى بتوعنا وابنع عننا هذا المرض ودينا اول نحنا نقومه ودينا اول نحنا نقف قدامك دايما ونشكرك ونقول يا رب بفرصة ما كانش في وقت زمان نصلي لك دلوقتي نقف نصلي لك عايز انصح نصيحة يا حبيبي دلوقتي كل ما نفتح التلفزيون نلاقي فيروس كورونا نفتح السوشيال ميديا فيروس كورونا بابا يتكلم فيروس كورونا ماما تتكلم فيروس كورونا اصحاب لي فيروس كورونا الناس بقت مرعوب لا احنا اولاد ربنا لا يهمنا التلفزيون بيقول ايه ولا الشوشيال ميديا بتقول ايه بس اه نحفظ على النفسين نغسل ايدينا ونبعد عن الناس ونسلمش وكلام ده اه حلو اوي وناخد الحاجات الدافية وكل حاجة احنا عندنا الهنا اللي بيحبنا اوي واحنا بنحبه اوي ولما يتيجي ضيقا نقوله يا ايه يا الله اعننا انت معيننا لا رجاء لنا الا سواك الهنا الذي احببتنا وانت نحبك من كل قلوبنا حافظ علينا يا رب اوى حد يمش ورا الاشعاع ورا جرايد ولا ناس تقول احنا لنا اله قوي يسندنا ما نصدقش بقى الكلام اللي بيتقال اعمل ايه ولا بتعملش ايه لا احنا نحافظ على صحتنا اه لكن نلتج الى الله ليلا ورهانا وانا واسم ان كلنا لو صلينا ربنا هيستجيب وينقذ العالم من هذا الوباء عاوزين نشكر الفئات الاتية كل من يعمل في المجال الطبي الطباء ممرضين ممرضات تمرجي الناس بتجيب دواء الناس بتجيب دواء بتجيب اجهزة ناس بتنظف في المكان ناس بتحرص المكان تقول لهم اولوية هائلة ان احنا نصلي من اجلهم ونشكرهم على انهم صهرانين عليهم يعاني دول مش بيناموا ويعاني كل واحد فيهم بس مجرد لو ما احترسي يعني فيه دا كترة اصيبة فاحنا نصلي من اجلهم انا ربنا يحافظ عليهم وكمان الجنود بتوعنا اللي سواء فيه بيحاولوا يدافع عننا من اي خطر برا وبيحاربوا الارهابيين رغم الاخطار الموجودة لكن برضو جوه مصر بيحافظوا عليهم وبيحافظوا ايضا واحنا نحافظ معاهم على الحظر يقولوا ما فيش خروج ما فيش خروج وبنشكر ايضا الناس اللي ابتدت تطلع اللي من جواها الحب وتتبرع للناس اللي هي ظروفها حاليا يعاني مش قادرين يحصلوا على غزائهم اليومي دا ربنا هيعوضهم لان دي الضيقة اللي يبان فيها حب الانسان لله وحب الانسان للانسان وبرضو نشكر المهتمين بينا اللي كل يوم يكلمونا في السوشيال ميديا ويقولون نخدوا بالكم وحافظ عليكم سواء في التلفزيون او في القنوات المسيحية وايضا مقدرش انسى حبيبنا اللي مسكين قناة كوجي الحقيقة بيتعابوا وديكوا بتشوفوا كل شوية قدموا حاجات جديدة ربنا يحافظ على الكل ببركة الانديسين ويعدي هذي الايام على خير ونقول يا رب امتى الكنيسة تتفتح تاني عشان نخش ونصلي كلنا سوا نقابل كل الناس نقابل حبيبنا ونتناول من جسد كدامك الاقدسين يدونا طهارة يدونا نقاوة يدونا حياة ابدية يدونا غفران الخطيئة ويدينا قوة ان احنا نقاوم بها هذه الامراض التي انت يا رب سمحت بها من اجل خلاص البشر حافظ يا رب علينا وعلى كل شعبك وعلى ابينا ورعينا قداسة الباب الانباة ودروس التاني اللي بيصلي من اجلنا ليل ونهار عشان ربنا يرفع عنا هذا الوباء وايضا حافظ يا رب على الابان مطارنا والاسافة والكهنة والخدام وكل الشعب وعلى حبيب الحلوين اللي هم كل وقت دلوقتي بيقولولك يا رب ارحمنا يا رب عنا يا رب خلصنا حافظ يا رب على كل شعبك وعلى كل العالم عشان خاطر الامك العذرة اللي بتحبك وانت بتحبها تسمع صلواتها عننا وتسمع صلوات الاندسين ولك كل مجد وكرامة الى الابد امين لا اهل المجد باسم الاب والابن والروح القدس لا اهل واحد الذي لها المجد الدائم الابد امين